دي من اكتر الافكار الشائكة الموجودة في قاعدة اف واللي ممكن تخش الامتحان تتلغبط فيها لان فيها درجة صعوبة شوية السؤال بيقول لو انت حطيت المية دي في الفريزر ايه لا يحصل ايه لا يحصل لو انت حطيت المية دي في الفريزر اوكي اولا لازم تلاحظ هنا ملحوظة مهمة جدا ان الجملة بشكل ظاهري مفترض ان هي فاقت مفترض ان هي حقيقة ومدام ان هي حقيقة انت ممكن تقول الله فمش هتنفع الان جي من غير سبب اللي تأدب هو كده ولا كده الات ما تاخدش فعلة في المصدر هي مفترض لو هي حالة شرطية صفرية تبقى مدارع بسيط مدارع بسيط ومفترض الاجابة تبقى فريزر ولو هي حالة شرطية اولى بتاعت احتمالات يعني مدارع بسيط تقول له المصدر فتبقى ويل فريزر وعشان الجملة مستر جملة حقيقة فانا هاختارها فريزر لمدارع بسيط مدارع بسيط اقول له غلط الاجابة طبعا هي ويل فريزر تقول له ازاي منين يودى على فين مش دي جملة حقيقة هقول لك ركز الجملة دي فقدت حقيقتها بسبب وجود ذس ذس ده تخصيص يعني ايه انا مش بتكلم عن الماء بشكل عام انا بقولكش انت لو حطت الماء في قلبي فريزر تتجمد دي حقيقة بشكل عام يعني انا بقولك لو حطت الماء دي دي في التلاجة تتجمد طب هو شرط ان الماء دي اللي انا بشور عليها دي ان انا حطها في التلاجة ولا في الفريزر هتتجمد مجايز الفريزر اللي هيتحط في الماء دي تحديدا بايز مثلا مجايز القرابة هتفقطع عليه مجايز يحصل اي حاجة فالماء دي بالذات ما تتجمدش يبقى اذا الحقيقة مدام خصصت هي مش حقيقة حصل تخصيص للحقيقة فبقت احتمال مدام حصل لها تخصيص لان ممكن يحصل اي ظرف للتخصيص ده يخليه ما يبقاش حقيقة يعني ممكن يحصل اي مشكلة للماء دي ما تتجمدش فبالتالي كانت الاجابة الصحيحة هي طبعا انا لو شلت is this دي الاجابة هتبقى freezes يعني انا لو قمت جايه اقول لك كده if you put water in the freezer it freezes تتجمد present sample مدام بسيط لان انا بتكلم عن الحقيقة بشكل عام يبقى اذا لو عندي حقيقة بشكل عام بستخدم الحالة الشرطية الصفرية مدرع بسيط مدرع بسيط خصصت الحقيقة بيت حالة شرطية اولى لان بقت احتمال مدرع بسيط ولول مصدر فكرة مهمة جدا جدا جيه فكرة امتحاها خش فا اتلغط فيها قدروا لك اوه جميل